شاو توتي بانترنتي سلمي وكانالي انا مينا روجدي والنهاردة نبتدي فيديو جديد مع بعض في تعلم اللغة الايطالية وهو شهور السنة يلا بينا نبتدي مبدئيا كده مع بعض شهور السنة في اللغة الايطالية اسمها إيميزي دلانو إيميزي شهور دلانو السنة يبقى شهور السنة إيميزي دلانو ثانيا مفرد كلمة شهور اللي هو شهر بنقول عليه ميزي وشهور جمعها تبقى ميزي يعني مثلا لو عايز اقول ان في اتناشر شهر في السنة اقولهم ازاي تشي صانو دو دي تشي ميزي إن قونانو تشي صانو دو دي تشي ميزي إن قونانو لكن لو هتكلم على شهر واحد هقول ميزي زي ما قلنا في الاول زي مثلا لما اجا اسألك اقولك كوالي ايه التوى ميزي بريفريتو كوالي ايه التوى ميزي بريفريتو ايه هو الشهر المفضل لك عاوزكم تجاوبوا على السؤال دوت وتكتبوا لي تحت في الكومنتات الميو ميزي بريفريتو ايه كذا زي ما هناخد الشهور دي الوقت مع بعض يلا بينا نبتدي طيب احنا الفيديو بتاعنا يبقى متقسم لجزئين جزء هو ان احنا هننطق مع بعض شهور السنة كويس جدا وبعد كده الجزء التاني هناخد جمل على الشهور اللي احنا اخدناها وحفظناها دي يلا بينا نبتدي شهور السنة طيب اول شهر عندنا من شهور السنة هو شهر يناير بننطقه ازاي بنقول عليه جنايو تاني شهر معانا هو فبرايو شهر فبراير تالت شهر معانا هو شهر مارس بننطقه مارسو رابع شهر معانا هو شهر ابريل بنقول عليه أبريلا خمش شهر شهر مايو بنقول عليه ماجو وعندنا شهر يونيو بننطقه جونيو وبعد كده شهر يوليو عندنا بنقول عليه لوليو وبعد كده شهر أغسطس بنقول عليه أغسطو وبعد كده شهر سبتمبر بنقول عليه ستمبر وبعد كده شهر اكتوبر بنقول عليه أغسطوبر وبعد كده شهر نوفمبر بنقول عليه نوفمبر وشهر ديسمبر بنقول عليه ديتشمبر يبقى ننطقه متاني مع بعض جنايو فبرايو مارسو أبريل ماجو جونيو لوليو أغسطو ستمبر أطوبر نوفمبر ديتشمبر طيب تمام زي ما اتفقنا ان احنا بعد ما هناخد الشهور وهننطقه كويس هنبتدي ناخد أمثلة عليها فمثلا عندك شهر يناير لو هنقول عليه مثل هنقول جينايو اي اون ميزي مولتو فرادو يعني شهر يناير شهر سقع جدا جينايو اي اون ميزي مولتو فرادو طيب ناخد مثل مع بعض على شهر فبراير نقول مثلا افبرايو نوتي اتجورنو فانو باري يعني ايه يعني في شهر فبراير الليل والنهار شبه بعديهم نقولها تاني مع بعض افبرايو نوتي اتجورنو فانو باري لو مثلا هنتكلم على شهر مارس هنقول عليه مارسو ايه التارسو ميزي دلانو يعني شهر مارس هو ثالث شهر في السنة مارسو ايه التارسو ميزي دلانو لو هناخد مثل على شهر ابريل ومايو ممكن نقول ابريلا فا ايفيوري ايه ماجو دا الكلوري طيب يعني ايه ابريلا فا ايفيوري ايه ماجو دا الكلوري يعني زي بنقول مثلا الازهار بتشرك في شهر اربعة والالوان بتبتدي تزدهر في شهر خمسة فبنقول ابريلا فا ايفيوري بيعمل الظهور ايه ماجو دا الكلوري ويف ماجو بيدينا الالوان شهر يونيو هناخد عليه مثل هنقول اد جونيو فنيشي لاسكولا يعني في شهر يونيو بتنتهي المدرسة اد جونيو فنيشي لاسكولا لو هناخد مثل على شهر لوليو اللي هو شهر سبعة لوليو ايه بير فاتو بير انداري الماري لوليو ايه بير فاتو بير انداري الماري يعني شهر سبعة مناسب جدا للذهب للشط في شهر اغسطس مثلا الناس اللي بتحب تروح الشط ممكن تقول اامو انداري الماري ان اجوستو اامو بحب انداري اذهب الماري ان اجوستو للبحر في اغسطس لو هنتكلم على شهر تسعة هناخد عليها مثل يمكن نقول استمبرا انيتسيا لاسكولا استمبرا انيتسيا لاسكولا يعني فى شهر سبتمبر بتبتدي المدرسة استمبرا انيتسيا لاسكولا لو هنتكلم على شهر اكتوبر شهر 10 يمكن نقول افين ااباتaría سيفستاجا الوين يعني فى نهاية شهر اكتوبر بنحتفل بالهالوين شهر نوفمبر ممكن نقول يعني في شهر نوفمبر بتمطر كتير الناس اللي بتحب الشتاء وبتحب شهر 12 ممكن نقول مثلا على شهر ديسمبر يعني شهر ديسمبر هو هو اكتر وقت حلو في السنة ديسمبر اي البريوضو بيوبالو ديلي عنو وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة يارب تكونوا استفدتوا معنا وما تنسوش تجاوبوا تحت في الكومنت السؤال اللي أنا سألته لكو وقالنا كوالي اي ال تو مازي بريفريتو اي هو الشهر المفضل لك هتجاوب عليه وتقول الميو مازي بريفريتو اي جونيو لوليو ستمبر اوتوبر يعني اختار المزة او الشهر اللي انت بتحبه وجاوب عليه تحت هستنى اسئلتكو لو انتم محتاجين حاجة ونتقابل في الحلقة القادمة شكرا اشتركوا في القناة